هذا وتواصل وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 357 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 67 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 24.5 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 350 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص للوزن و101 قضية خبز غير مطابق للمواصفات